فرنسا مثل ما ذكرت بلد علماني عندهم حرية التعبير أبسط شغلة بدل ما يقطع راسه طيب يثقف المجتمع يقول إحنا واحد تنين ثلاثة إحنا بالنسبة لنهاي إهاني كده ثقف الناس علمهم عن الدين مش تنفرهم علمهم عن الدين آه ممكن تخيف الناس بس حتى إخافت الناس كمان إلو عواقب يعني أنت تخيل لو كل بلد عاوز يكون عنده ردة الفعل اللي أنت يعني عملتها تجاه الفرنسيين وقاطعوا إلى آخر كل هذه الأمور طبعا الرئيس فرنسا ماكرون قال إنه هاي كانت إهاني مش لا مش للمعلم كانت إهاني لفرنسا يعني إهاني لفرنسا لأنه فرنسا عندها قوانين عندها تشريع والقانون هو فوق الجميع بدون أي استثناء كل الناس هي تحت القانون وحتى في معظم هذه الدول أنت لما أنت بتأخذ الجنسية أنت بتشهد أنك أنت تحترم القانون ومبادئ هذه الدولة فإذا هذا قطع رأس معلم وثارت الدنيا وشفنا تركيا عم بتهدد وأردوغان عم بهدد هدد وطبعا الشرق الأوسط يعني إنسينا شو عملوا الأتراك بأجدادنا إنسينا وكم من الدماء التي شفكت على فكرة مش بس قتلوا أرمن وسريان يعني ومش بس هدموا ألاف الكنائس ومش بس أخذوا آية صوفية ومش بس إذا فيه جدودة عايشين إلى اليوم اسألهم شو عملوا في الحكم الأتراك وكأنه نتناسى آه ناصر أخاك ظالما أو مظلوما أي مبدأ هذا الكتاب يقول اعزلوا الخبيث يعني بغضل إذا أخوك خبيث وعنده مرض كانسر شين الكانسر لألا يأثر على كل الجسد بعدين الناس بتتطور والدنيا كلها تطورت ما فيك تطبق قوانين على بلد انت عايش فيها ما كل من خيرها وتحت حمايتها انت عارف إنه هذا الشيء اللي عمله أو يعني لا يمكن استحالي يعمله في بلد عربي ومين اللي بيتجرأ؟ هين شيخ ولا إمام ولا رئيس عربي في الدول العربية بصراحة لأنك أنت عارف أنت بفكرة كأنه البلد ضعيف لا ليس الشجاعة ضعف الشجاعة أنك تحاول بقدر الإمكان تحتوي الأمر ويكون عندك محبة ويكون عندك صبر يكون عندك اهتمام بالشخص الآخر لأنه أنت وأنا في يوم من الأيام رح نوقف أمام الله فهي العملية مش بين وبينك ولا دين ودينك وأصلا بالمسحية يعني إحنا دائما نقول هي صلة حياء شركة علاقة مع إله حي بس إذا حطناها ككونتكست يعني الدين بحيث أنه لها قوانين وإلها شرائع إلى آخره مع كل هذا اللي بسود هو قانون المحبة في المسحية فالمحبة ليست ضعف والمحبة هي الشفاء للحقد والكرهية المحبة هي التي تشتشف الصدور وهي التي فعلا تكون شفاء للنفس في الداخل ترجمة نانسي قنقر